السلام عليكم أنا محمد غنايم أيها الجميل إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يوفقك في أيامك القادمة فأنت تستحق كل التوفيق الأسبوع الماضي تكلمنا عن المؤثرين وكيف أنهم بروح التأثير الذي يملكونها يغيرون في من يتابعهم لأجد في اليوم الذي يليه خبر وفاة أحدهم وفاة أحد المؤثرين من الأردن الحبيب أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعل الجنة مأواه وأن يصبر أمه ثم أمه ثم أمه ثم أباه وأهله فوجدت من الأفضل في هذا اللقاء وبما رزقنا الله عز وجل من تأثير أن أحدثك بشيء من قلبه وأتمنى أن تستمع له بقلبك أيضا أن تكون مؤثر حتى في موتك تبقى كذلك وهذه نقطة أتمنى من كل مشهور أو مؤثر أن يأخذها في حسبانه بعد وفاة هذا الشاب رحمه الله لاحظت أن كل من يعرفونه من المتابعين تأثروا بموته فهذه هيبة الموت لا شك فوجدت تعليقات وتفاعلات كثيرة حول أنهم بدوا الصلاة حول أنهم قرروا أن يخففوا من معاصيهم حول أنهم قرروا أن يتقربوا إلى الله أكثر هنا نتذكر جملة عش ما شئت فإنك ميت وأحذب من شئت فإنك مفارقه أنا صدقا لا أعرف عن هذا الشاب سوما تعرفه أنت ولكنني صدقا تأثرته جدا بوفاته حتى أنني تلك الليلة والله ما استغرقت في النوم وكأنه في بالي وكيف يكون الموت فجأة مع أني باستمرار أقابل أشخاص لا أقابلهم في اليوم التالي من واقع عملي كطبيب فكيف بأصدقائه وأهله أسأل الله أن يصبرهم ولكنني في نفس الوقت أقول لكل من تقول على هذا الشاب ومصيره في الآخرة اتق الله من أنت لتفرز الناس بأعمالهم والله ما رأيت تأثيرا إيجابيا أكبر من هذا فلا أكاد تصفح أي من مواقع التواصل الاجتماعي إلا وأرى صوراه والناس تدعو له بالرحمة وأرى أشخاصا كثر تقربوا إلى الله بسببه وأرى أن كل من زار والده وجده صابرا محتسبا وهذه من علامات حسن الخاتمة وشهادة أصدقائه من خلفه بشهادته قبل موته بدقائق رحمه الله تجعلني أسأل هل لك سر عند الله؟ أسأل الله أن يرحمك موضوع أيها الأحبة ليس الشاب رحمه الله بقدر أن نفكر في موضوع الحياة من زاوية مختلفة ولم لا؟ وأنت تحب الخير لنفسك فيا أيها المؤثرين كفى بالموت واعظة لو نظرنا للموت من زاوية مختلفة نجد أن الموت حق وابتلاء لمن هم على قيد الحياة يعني مثلا لا تجد الناس تقول ابتلاه الله بالموت الموت حق لا ابتلاء ولكن ابتلي أهله ربما كلنا أنت نعم يا من تشاهدني يا من تمسك هاتفك وتطالعني من شاشة ما أنت ستموت في يوم ما هذا حق أعتقد أنك خفت الآن ولكن لا تخاف لأنه لا يجب أن تخاف من لقاء الله لأن الله عز وجل وأنت في الدنيا وأنت لك حول وقوة يرحمك ويسترك فهو الرحمن الرحيم الآية التي ترددها في كل يوم في سورة الفاتحة هو أرحم الراحمين في الآية الكريمة الأخرى يعني لو أن هناك للرحمة مصطلح مطلق هو أرحم الراحمين تخيل سبحانك اللهم فكيف لا يرحمك وأنت لا حول لك ولا قوة وأنت تحت التراب مثلا فلا يجب أن تخاف من لقاء الله وابقي دائما ظنك حسن بالله الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فكما تظن بالله يكون فمهما كنت مقصر في جنب الله ظن بالله خيره فالله يحبك ويريد لك الخير وإلا ربما لما جعلك تشاهد هذا المقطع إلى الآن وتجد شخص أمامك يقول لك لماذا لا تصلي إذا كنت لا تصلي بالفعل ستشعر بالضيق من سؤاله ستشعر بالتقصير ستشعر أنك تريد الهرب من سماع هذا الكلام ربما نسبة كبيرة من أغلقت المقطع الآن بالفعل لذلك أنت يا من بقيت وتستمع لكلماتي إلى الآن صدقا يريد الله بك خيرا لا بأس يا عزيزي إذا كنت لا تصلي لا بأس في تقصيرك فنحن كبشر من أهم صفاتنا الخطأ ولكن لو قررت الآن أن تغير من نفسك أن تتوب أن تتقرب إلى الله أبشرك بالخير كله الله يحبك يا أخي وأكتي في الله الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين الله تعالى سيرحمك وسيغفر لك كل ما أذنبت سابقا تخيل الله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أخبرتك أن الخير كله لك يا أيها الجميل ألا تحب الخير لنفسك ما الذي يمنعك أن تصلي ثم تكمل ما تقوم به في حياتك ما الذي يمنعك أن تصلي ثم تكمل اللعب ما الذي يمنعك أن تصلي ثم تذنب وتستغفر لا شيء سوى الشيطان ونفسك فالصلاة ليست ذات جهد عالي بل تحتاج إرادة عالية بالنسبة لي لا يزعجني الكسول ما يزعجني هو المؤجل الذي يؤجل كل شيء حتى لو اقتنع بالصلاة الآن تجده يؤجل البدء بها صحيح لذلك استمع إلى هذه الذكرى وشاركها مع من تحب الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مهما عشت فإنك ميت أو أخبرني عن شخص غير فاني شخص لا يموت مثلا لا يوجد حتى في القرون السابقة كانوا يعمرون على الأرض ولكنهم في النهاية كانوا يموتون لذلك عندما تتفكر تجد أن الموت حق وليس التلاء وأن الله يريد بك الخير ويريدك من أهل الجنة وهذا من حسن الظن بالله فلا تخاف من لقاء الله بل ستجدك تعمل صالحا للقائه وإذا اشتدت بك الدنيا بأهوائها بمعاصيها لا تحزن لأنك تعلم أن الله يحب التوابين فأرجوك بعد هذا المقطع ابدأ والتقرب الله عز وجل وبداية في الصلاة في النهاية شاركني برأيك في مكان تعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى الاعجاب به ودمتم في أمل لك